اشتركوا في القناة بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أشرف بالدعوة الكريمة من المستشار الفضالي في صحبة أساتذة وإخوة لنا من أساتذتنا للأستاذ الدكتور يحيى الجمل من أصحابنا وإخواننا في العمل السياسي والوطني الأخ الأستاذ أحمد حسن أستاذ نجيم والأستاذ أحمد مجموعة كريمة من السياسيين والحياة والحياة أنا شرفت أيضا بأنه يحضر معانا ومجد عنطر صديقنا العزيز والأخ الأنصاري خالد الأنصار أراد أن يشارككم هذه اللحظات الجميلة في توديع الوفد السياسي المسافر إلى أوروبا والاجتماع منه المحور الأول اللي أريد أن أتكلم فيه بناء على ما ذكره أخي الجليل المستشار الفضالي هو تكليفي بأن أكون رائدا للشباب المسلم وجمعية الشباب المسلمين وأنا خادم للشباب المسلمين وإن كان الإسم رائدا ولكنني خادم لهم الرائد كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله لازم يكون صريح وواضح وكلام مباشر ودقيق لا يحتمل معنين وإن شاء الله نكون عند هذا العاد والوعد في المساعدة في تربية الشباب المصري ليستطيع أن يقف في وجه المؤامرات الدنيئة التي تحق ضد هذا الوطن وأيضا يستطيع أن يقف ضد التفسيرات الغريبة التي تقال في الداخل والخارج وفي مواجهة أولئك الذين لا يبصرون أو يبصرون بعين واحدة فلا يرون إلا جانبا واحدا من الصورة وهذا قطر يهدد الوطن كثيرا نحن سفرنا عدة مرات وقابلنا مسؤولين في حقوق الإنسان ومسؤولين في البرلمان الأوروبي في وزارات الشرق الأوسط في وزارات الخارجية في البلاد الأوروبية وكان هذا لشرح بعض المواقف الغامضة التي تستعصي على العقل الغربي رغم أن العقل الغربي ساهم إسهاما جميلا في الحضارة الإنسانية المعاصرة إلا أن هذا العقل يعجز في كثير من الإحيان فمثلا أنا أرى أن العقل الغربي عاجز عن أن يقول كلمة حق في قضية كبيرة زي قضية فلسطين لتغفى على طفل ولكنها تهمل من جانب هذا العقل الغربي وأيضا هذا العقل الغربي الذي يزعم أنه مدافع عن عقول الإنسان أنا شاهدت بنفسي كمرتكب جرائم ومذارك في حق الأفغان وحق العراقيين وحق السوريين وحق الصوماليين وحق اليمنيين يرقدهم طيار وكان يريد أن يرتكب نفس الحمقات في مصر ولكن الله سطر ويصر للثورة المصرية ذلك الجيش العظيم الجيش المصري سحمى هذه الثورة واستطاع أن يحضر الصورة الكاملة وأن يمر بالبلاد في الفترة الانتقالية الثانية عبر ممرات ضيقة ولكنها كانت آمنة حتى تم إعداد الدستور وتم التصويت عليه كما تعرفون وشاركتم بنسبة كبيرة واليوم نحن جميعا ننتظر الاستحقاق الثاني وهو الانتخابات الرئاسية بعد شهر تقريبا في مايو ثم الاستحقاق الثالث وهذا الذي يراه الغرب الغرب يريد أن يرى حكومة منتخبة ويريد أن يرى رئيسا منتخبا وبرلمانا منتخبا عندما قامت الصورة وتدخلت القوات المسلحة لحماية الثورة في 30 يونيو كما فعلت في 25 يناير كان الغرب مستعليا ولا يريد أن يقبل هذه الحقيقة اليوم هناك شرع للعقلية الغربية في دول كثيرة وبدأت الصورة تتضح نوعا ما أمام العقل الغرب قلت لهم في عدة مناسبات أنتم لا تقبلون تدخل القوات المسلحة ونحن لسنا أقل منكم نحن نريد للحياة السياسية المدنية أن تزداد ولا نريد تدخل القوات المسلحة ولكن ظروفنا الآن غير ظروفكم نحن مرحلة انتقالية وأنتم عندكم حزبان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على الأكثر كل منها يستطيع أن يحل محل الحزب الحاكم إذا فشل أما هذه الصورة غير موجودة في مصر ولم يكن يستطيع أن يخرج مصر من أزمتها المحققة ومن تقسيم الوطن إلا القوات المسلحة بوقفة وراء ثورة 30 يونيو هذه الحقيقة بدأ الغرب يستوعبه وأنا أقرر بكل وضوح أن الأجهزة المصرية وهيئة الاستعلامات وغضرة الخارجية وغيرها من الأجهزة المعنية والبعثات الدبلوماسية كانت في الشهور الأولى من ثورة 30 يونيو في وضع لم يمكنها من شرح هذا الأمر للدول الغربية ولذلك لا يزال هناك بعض الدول التي لا تستوعب الأوضاع الحقيقية في مصر قلت للقائم بالأعمال الأمريكي وكنا في صحبة الأخ الفضالي في جينيف ومزموعة من الدول عندما أراد أن يقهرنا بالحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قلت له أنتم لا تتكلمون عن حقوق الإنسان لا يوجد عندنا جوان تناموا في القائمة ولا جوان تناموا في مصر فطعت رأسه حتى نهاية الجلسة وهذا الذي سنشرحه للغرب إن مكنني الله تعالى من الانضمام إلى هذا الوفد الجميل الذي أدعو له بالتوفيق والبركة والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى